في حاجة لفتت نظري في هذه القمة هو المنتدى الاقتصادي ذات طبع الإنسان أعتقد دي نقطة غاية في الأهمية في ظن ما شهدته القرى الأفريقية من صعوبات وتحديات واستعمار وخلافه مروراً بالكام سنة اللي فاتوا كورونا وتأثيرها على القرى الأفريقية كان تأثير مضاعف بالنسبة لباقي دول العالم والأزمة الروسية الأوكرانية وسلاسل الإمداد وأعتقد أنه الرئيس الروسي قبل هذه القمة وهذا المؤتمر استبق الموضوع بالحديث عن إيصال شحنات من الحجوب على الرغم من انسحابهم من هذه الاتفاقية إلا أنه قال أنه مستعد روسيا مستعدة لإيصال شحنات من الحجوب للدول التي لا تستطيع شراءها حتى أو سواء عن طريق الشراء أو بالمنح المجاني وتكلم في الكلام ده النهاردة وقاله صراحة وحدد مجموعة من الدول هل هذا الأمر طمأن الدول القرى الأفريقية اللي هتحصل على هذه الحجوب كمساعدات في البداية ومنسما أنه يكون فيه تعاون في مجالات أخرى خلال الفترة الجاية هو مش بس المساعدات لأن تفاقية الحبوب يعني وقفها يهدد بوقف أنه منطقة روسيا وأوكرانيا بتحوي الجزء الأكبر من الحبوب والزيوت والسماد وبالتالي فروسيا تحاول أن تصدر طمأنة أنها ليست الفاعل الرئيسي فيما يتعلق بإلغاء تفاقية الحبوب أو حرمان هذه الدول منها هي مش فكرة المنح وطبعا روسيا بتقدم منح لأربع دول قمح وبما فيها النقل وغيره لكن هو الأهم أن تتوفر هذه السلع بأمان وأنه سلاسل النقل تكون آمنة وبالتالي فبالتأكيد هذا الصراع ينتج نوع من لعبة عبد الأصابع أنه التهديد بغيره وأنه كل طرف بيرقي على الطرف الآخر أنه المتسبب الرئيسي في هذا الأمر فجزء مهم جدا أنه روسيا بتحاول طبعا أنها ليست السبب الرئيسي وأنها رد فعل غرب بيتهن روسيا بدا روسيا بتحاول بما تقدمه من ده وأنها لن تضغط في اتفاقية الحبوب وأنها بالعكس تكون لها اتفاقيات تفضيلية لدى الدول الأقرب أو التكتلات الأكثر وبالطبيعي حتى العقوبات وغيره مع طبعا تأثيرها مهم وهذا الصراع وهذا الحرب ربما فيها جزء غاة يعني فيما يتعلق بالبيانات المتبادلة أو غيره لا أحد يستطيع أن يقول بشكل واضح كلا الطرفين بيعلن انتصار وأنه اليهد العليا في الحرب لكن هذه الأمور لا تظهر إلا بعد نهاية المطاف وإن أجلا أو أجلا ستكون هناك ميدة مفاوضات يفضل أن تكون هي الأسرع وأن يكون في نظام عالمي يدخل في ده لكن هو كل طرف يحاول أن يطمئن أنه ليس السبب في هذه المشكلة لكن الحقيقة أن هذا الصراع يؤدي بالضرورة إلى نعكسات سلبية على الدول المختلفة وبالتالي بناء علاقات متوازنة زي مصر أو دول زي أفريقيا أفريقيا زي ما احنا قلنا كانوا مع الولايات المتحدة كانوا مع الغرب أنه احنا المصالح المتبادلة الاستثمارات الدول التي تدفع تنفس تعهدتها أكثر بالتأكيد أي طرف مستثمر سيقيم باستثمارات في أفريقيا سيربح لكن أفريقيا أيضا والدول التي ستحوي هذه الاستثمارات ستربح أيضا والتالف ده وين وين سيتيوشن يعني الطرفين بيكسبوا لكن الأهم هنا هو أنه كل طرف بيحاول أن يقدم أنه الأكثر قدرة على التعاون إذا الغرب أو الدول المختلفة فيه استثمارات خارجية فيه منافسات النهاردة فيه الصين موجودة في أفريقيا فيه روسيا موجودة في أفريقيا فيه اليابان فيه دول كثيرة كل التكتلات النهاردة ويمكن العمل الجماعي الأفريقي والتكتل الأفريقي فيه في الكوميسا فيه تجمعات اقتصادية مختلفة فيه السحل والصحراء في غيره أعتقد أنه ده بيد انتباع أنه هذه الدول جزء مهم أنها يتم التعامل معها كجماعات ودي بيبى حقا أكتر وإحنا عارفين أنه ده حتى من الأربعينات والخمسينات ما بعد الاستقلال فكرة عدم الانحياز وأن أنا ما تقولش في استقطاب أنه طبيعي دول زي مصر من المؤسسين في عدم الانحياز كانت فكرة عدم الانحياز أنه هذه الصراعات أنا لا أريد أن أكون طرف فيها لأي لكي لا أدفع سمن أنا منش مشارك فيه لكني برفض العنف وبقف على مسافة واحدة جزء الإنساني اللي أنت بتشير إلي ده جزء مهم جدا ومصر أثاريته الحقيقة لو إحنا فاكرين في مؤتمر الصحة صحة أفريقيا النسخة الثانية اللي كانت موجودة في القيارة والبنك الأفريقي لايما من رئيس عبد الفتاح سيت ستحدث فيه أنه حق أفريقيا في أنه يبقى فيه توطين لصناعة الأدوية اللقاحات تقدم بشكل احنا شوفنا في كورونا وانت ضربت مسأل بكورونا آه طبعا أفريقيا حرمت كثيرا ربما يكون كان هناك حظ أكثر لأسباب كثيرة أنه 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 لقاحات وغيره لكن كان فيه تقارير مهمة عن تأخر لقاحات دول الكبرى كانت تريد أن تقدم لقاحات لمواطنيها وتأخرت الدول المختلفة وده كان مصار ضغطه ومصر قدمت جزء من الجرعات والصين حول التتدخل ودول كثيرة حول التدخل استخدام هذه الأمور الإنسانية لأسباب سياسية وارد لكن إذا أنت بتقدم لي مصلحتي وبتضمنها وبتقدم استثمارات وبتعمل لي قيمة مضافة وبتخلق فرص عمل وتقلل الصراعات طبيعي جدا أن أنا أكون قابل لهذا الأمر محدش يقدر يرفض التعاون مع التأكيد على أنه أي موقف اقتصادي أو تجاري هو مشروع بالنسبة لأي دولة أنها تراعي مصالحها إذا كان فيه استثمارات أجنبية ستأتي من روسيا استثمارات أو تعاون في الصناعة أو في الزراع زي ما أشار أو في الكهرباء أو في انتصالات أو غيره فوارد جدا أنه ده يحصل مع أفريقيا في هذه الحالة أفريقيا ستكون مترحبة بهذا الأمر إذا الولايات المتحدة وأوروبا أو أي تكتولات أخرى موجودة أو الصين وموجودة ولديها الرغبة في الاستثمار طبيعي أنه رأس المال له مصالحه صحيح وله غيره لكن في النهاية أنا بشتغل من فعل الطرفية أو بشتغل لمصلحتي أنا الشخصية ما يفيدني ويفيد مواطنية وشعبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر